مخيم طبي آخر وبالطبع لن يكون الأخير من المخيمات التي تقام تحت رعاية مؤسسة القلب الكبير إذ حظي به مستشفى الأم والطفل وذلك لإجراء عمليات جراحية للأطفال مشوهي الولادة المصابين بأمراض خلقية كالاستسقاء الدماغي على سبيل المثال وبحسب ما قال البروفيسور مومار كوديبا تمكننا حتى الآن من إجراء سبع عمليات لحالات مرضية مختلفة وكلها ناجحة ولازمنا حتى الآن نستقبل حالات أخرى ستجرى لها العمليات الجراحية خلال أيام المخيم الطبي أما الأمين العامل مؤسسة القلب الكبير حبيب ساولبا دعت الأمهات بالذهاب إلى المخيم الطبي وإنقاذ أبنائهم علما بأن العمليات التي تجرى مجانية بالكامل وعليه يجب اغتنام هذه الفرصة التي يحتاجها الكثير من الأطفال خاصة الرضع مستشفى الأم والطفل معروف وطريقه سهل وواضح والفرصة الذهبية تطرق الأبواب ولم يتبقى علينا إلا التوجه لإنقاذ أطفالنا ابتسامات فريدة تركتها هذه القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع جمعية القلم لثقافة والتنمية في وجوه هؤلاء النسوة بمدينة سيما المصابين بمياه العيون البضاء وأهالهم حيث تؤكد هذه الضحكات نجاة القافلة الطبية التي استمرت أسبوعا كاملا بمركز نغري صحي فبالرغم من أن القافلة استهدفت 300 مصابا فقط بمرض مياه العيون البيضاء الذي يعرف بالكترك تمكن الفريق الطبية الذي وضعته مؤسسة القلب الكبير بإجراء ما يزيد عن 400 حالة للكترك بالمنطقة 4000 مريض منها 350 حالات لمويات بيضاء الكترك قدرنا عمل لها أمليات وعندنا 20 حالة تيريجيون وعندنا 30 حالة للتركيازيس فضل الله تعالى وصم بتعاون عبناء البلد حققنا الحدف مساعدة الآخرين وتخفيف عبء الحياة لهم من الأشياء الأساسية التي تسأى إلى تحقيقها مؤسسة القلب الكبير عبارة ختم بها أضو المؤسسة أحمد تنبدو أنشطة القافلة مؤكدا بأن الحزه القافلة الطبية تصحبها قوافلة طبية أخرى بمدينته بلاو ومسورو في القريب الأجل اليوم وصلنا في النتيجة نتيجة أول ما خطينا فرصنا ذاته فدنا ذاته بزيادة نقول لهم برافو للمدساء عملا للغاية نصود عمل خري يعني ما يخص عائلة مثل داوة عمل يعني يخص شعب كله وفي ذلك نشكر البرزيدنة الفوندسيون نطلب بجانب تاني لأي جميعا خليشو الفكر عن الجميع أنا خلم للتنمية والصخافة الكتراك هو مرض يسبب فقدان البصر تدريجيا نتيجة اعتامة عدسة العين ويتم علاجه جراحيا حيث يتخلص باستبدال العدسة المعتمة بأخرى اصطناعية داخل العين نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا يستوي جاءت لتكريم المتفوقين في المسابقة القرآنية التي نظمتها الخلوة لتلاميزها في الشهر الماضي فمن بين 400 مشاركا تم التكريم 150 منهم في هذا الحفل الذي ترأسه رئيس مركز إداري عثمان طاهر الذي تحدث عن أهمية حفز القرآن الكريم وعلومه كما دعا المسؤولين الإداريين وأبناء المنطقة بدأم الخلوة لتعقيق ما أسست من أجله أما مدير الخلوة حسن إبراحيم أبكر قال إن الخلوة أنشئت بتاريخ 22 يوليو عام 2002 ومنذ نشأتها حتى الآن خرجت قربة 30 حافظا لكتاب الله مقدما الشكر لبعض أبناء المنطقة الذين بزلوا الغالي والنفس لكي تصل هذه المدرسة القرآنية على ما هي عليه الآن مداخلات عدة قدمها أبناء المنطقة المشاركين في المناسبة حيث أكدوا إصرارهم لدعم الخلوة لكي تحقق ما ترنو إليه هناك رجال ساحموا ليلة نهار بمالهم وفكرهم خدمة للقرآن حبا للخير في المنطقة حيث تم تكريمهم من قبل الخلوة تقديرا لجهودهم اشتركوا في القناة